اهلا بكم الى موجز الاخبار من قناة طيبة اعلن حزب الامة القومي اليوم الخميس وفاة رئيسه الصادق المهدي في احدى مستشفيات دولة الامارات عن عمر نهز 85 عاما متأثرا باصابته بفيروس كورونا اقل الحزب في بيان له ان جثمان الفقيد سيصل من دولة الامارات الى سودان صباح يوم غد الجمعة وسوف يوار الثرى في قبة الامام المهدي عند الساعة التاسعة صباحا اعلن مجلس الوزراء الانتقالي صباح اليوم حالة الحداد العام بالبلاد على وفاة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم الخميس كما وجه مجلس الوزراء بتنكيس الاعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد والسفارات السودانية في الخارج اذا ومن جانبه اعلن رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي عن تعازيهم للشعب السوداني والامة الاسلامية برحيل السادق المهدي ووصف المجلس المهدي بالمفكر الاسلامي الكبير وقائد السودان الوفي قال الشيخ عبد الحي يوسف زعيم طائفة الانصار الصادق المهدي توفي بعد حياة حافلة في دهاليز السياسة السودانية اوضح الشيخ عبد الحي في تغريدة له على تويتر ان الصادق المهدي اثر المكتب السوداني بمؤلفات كثيرة يخالفه كثير من الناس في بعض الافكار التي تضمنتها مضيفا انها ظاهرة لافتة ان يجتمع شخص ما بين او يجمع عفوا شخص ما بين العمل العام والكتابة الفكرية قال رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم في نعيه لرئيس حزب الامة الصادق المهدي ان الصادق المهدي كان له موقف مشرف ختم به حياته برفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل شهر واحد من وفاته اضاف الشيخ محمد عبد الكريم ان المهدي مؤمن بان الانصار كيان اسلامي وسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية كما اوضح الشيخ انه التقى الصادق المهدي عقب الثورة وانه تبرأ من اي وثيقة ترفض الاسلام او تسيء اليها نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة